ومن الجزائر ينضم إلينا الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية دكتور لمدة شهر عمر هيئة الوساطة ربما والحوار في الجزائر ما الذي قدمته هذه الهيئة كي تقنع أي أحد للانضمام إليها ما الذي يغري هذه الشخصيات للموافقة للانضمام إلى لجنة الحكماء أو حتى إلى هيئة الحوار والوساطة هو الضعف الهيئة هو في ذاتها أدى بها لأنها لم توفق في توضيح الرؤية والهدف ووظيفتها الأساسية ووظيفة الهيئة ليس تقديم مبادرة سياسية أو تحديد محتوى الحوار أو تحديد حتى النتائج المحوار فهي وظيفتها هو تقريب الأطراف المتباينة وربما حتى المتصارعة وتخلق جو من التوافق هذا هو الحوار توافق بين كل الأطراف هي الآن لم تدخل في هذه المرحلة ما زالت في مرحلة أول تردد في البداية كانت أرادت أن تتدخل في مؤسسات الدولة في أنها أرادت أن تقول للدولة أطلق صراحة المساجن الرأي وتركوا المنافذ للدخول العاصمة بحرية ففشلت في هذا الدور لأن هذا ليس دورها هذا دور العدالة ودور رجال الأمن وليس دور الهيئة التحرير الآن تريد أن تتجاوز هذه وتذهب للدور آخر أن تريد إقناع شخصيات وطنية أو أحزاب سياسية الذهاب لا هي وظيفتها ليس هذا يجب أن تضع نفسها كهيئة مستقلة عن الجميع وتريد تقريب الأطراف ولا بد من تحديد تقريب الأطراف أنا تقول دكتور إسماعيل تقول أن الإشكالية في تحديد هوية ووظيفة وعمل هذه اللجنة المشكلة هذه هي الإشكالية رقم واحد ثم مسألة الانخراط في بعض الشخصيات إذا ما كانوا داخل لجنة الحكماء أو داخل الهيئة هذه النقطة الأخرى في حالة رفض هذه الشخصيات الآن ما الذي أمام كريم يونس هل استقالة أو ربما تحل هذه اللجنة عن بكرة أبيها أنا اعتقادي المؤشرات حتى الآن لا تبشر برغم الدعم القوي من طرف الدولة حتى قيادة الأركان والجيش لهذه الهيئة وعطاها كل الصلاحيات والدعم لكنها يبدو أنها في تركيبتها لا تفهم بالضبط ما هي الوظيفة المخولة إليها حتى كلمة حوار غير واضح عندها الحوار معروف في علم السياسة وفي السياسة بذاتها أنك تقرب الأطراف وليس الحوار أنك تذهب تقدم مبادرة أنت كطرف فوظيفة الهيئة الآن هي المشكلة في الداخل ولهذا لما يدعون إلى بن بيتور أو يدعون إلى الشخصية الوطنية أولا الدعوة في ذاتها غرط لأن بن بيتور لن يتقدم إلى الترشح لأنه في ذاته هو يريد أن يترشح للرئاسيات وإذا أي شخص يريد أن يترشح للرئاسيات ليس معني بالحباب نقطة أخرى يا دكتور إسماعيل نقطة أخرى قالت أو ربما سحب الثقة من جمال كاركدان أناطق رسمي للهيئة كيف تقرأه يا دكتور إسماعيل هل هو نوع من أنواع المصداقية ربما لدى الشارع الجزائري أم ربما هي حالة تخبط داخلية في أطر الهيئة لا تعلم أصلا أي شيء من معلومات عن أعضائها أيهما أرجحنا يا دكتور إسماعيل أولا مسألة الأحزاب التي كانت في السلطة أو أحزاب الموالات كعناصر فيها قيادات وعناصر نظيفة سواء النواء في البرلمان أو قيادات في الأحزاب سواء حزب التحرير أو حزب التجمع الوطني الديمقراطي أو أحزاب الأخرى يجب أن لا نعطي حكم سلبي مطلق على أن كل أحزاب التي كانت لها موالات في السلطة هي كلها غالطة إذا خدمنا هذا معنى كل من عامل في داخل الدولة فأنا شخصيا في حزب جب التحرير الوطني أنا ضحية أنا ضحية لقيادات الحزب إذن يجب أن نقرأ أن نفرق ما بين الأحزاب كقيادات والأحزاب كمؤسسات سياسية ولهذا من الخطأ نعتقد أن كل من كان له كمناظر أو ينتمي إلى حزب أو نائب في الأحزاب التي كانت عن موالات ليس له الحق المشاركة الآن إذا كان هو كشخص عامل سلبي أو عامل جيبي ممكن نتناقش به أما إذا كان أن هذا الشخص فقط لأنه ينتمي إلى حزب هذه مقاربة خاطئة نحن نذهب في الحوار وضحت يا دكتور والتوجه إلى كسب الجميع نعكسب الجميع بمعنى كل الأطراف معنية بالحوار حتى أحزاب الموالات باستثناء الذين تورطوا طبعا في العهد الخامسة وارتكبوا أشياء كثيرة أنها أدت إلى هذا الوضع أما الباقي فالمواضرين أنا أعطيك أنا أمس كنت في الحرك وجدت مناظرين من جبهة التحرير وجدت مناظرين من حزب التجمع الوطني الديموقراطي ومع الحرك ويمشون مع الحرك ويطالبون بالتغيير ويطالبون بمحاربة الفساد واضحت واضحت شكرا جزيلا ضيف الغد من الجزائر الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر